بدايةً كده خليني الأول أبتدي بماتش الترجي أنت شايف المباراة دي إزاي؟ وشايف فرص فيها الأهلي إزاي؟ خصوصاً أنه لأول مرة من فترة طويل الأهلي عنده مساحة يستعد ويجهز لعبته دي حقيقة، بص إحنا النهاردة بنتكلم في حوالي تقريباً ثلاث أسابيع مظبوط، من ماتش نهدة بركان، الإجهادات اللي موجودة عندك، الإصابات اللي موجودة طبيعة كمان حالة المدير الفني وكيفية تعامله مع العيبة بدون ضغوطات يعتفر مع الناد لأهلي بشكل كبير جداً جداً جداً، موسماني كمان أول مرة يغط فترة زمنية كبيرة من ساعة ما جاء هو الحقيقة أنت فيه المفترض أن أنت ببعندك وقت كمدير فني أنك تصلح الأخطاء، أنك تعدل في التاكتكس بتاعتك أنك تشتغل مع اللعيبة حاجات الانديفيدول، النهاردة الكلام ده من ساعة ما جاء موسماني وهو بدغوط في ماتشت فما عندكش وقت، أنت هادوك بتغير حاجات بسيطة جداً، بتعدل في أفكار اللعيبة في حاجات بسيطة، ما عندكش رفاهية الوقت أنك تشتغل في الحتة دي النهاردة عندك رفاهية الوقت أنك تشتغل، فأعتقد الأهلي مع مستر موسماني موبرات التراجي المفترض أنه يظهر بحقيقة النادي الأهلي أنا مش بتكلم على النادي الأهلي كسب بطولة إفريقيا، كسب السوبر، كسب كاس مصر، يعني كسب كل البطولات، كسب البرونزية كاس العالم، وده حاجة مهمة جداً جداً، ولكن أتكلم على الأداء الفني الأداء الفني اللي هو مرتبط بحالة اللعيبة، حالة اللعيبة البدنية، وحالة اللعيبة الفنية، وإدارة المدير الفني للمباريات، وكيفية استعداده في التدريبات شايف أن دي الفرقة الأولى، من وجهة نظر الشخصية، من أول ما تعالى المسؤولية، من وجهة نظر كل المقاومات اللي تسمح له يعني هنبتدي نقول الأهلي بيلعب كرة إزاي، تمام، الأهلي اختلف واللي ما اختلفش بعد التوقف، أنت كل مدير فني يبقى نفسه فهو أسبوعين ثلاثة، يبقى فيه توقف، عشان يبتدي يزرع أفكاره للعيبة، عشان يبتدي يغير، لو عنده وقت، كنت أنا سمعت أن الأهلي هيلعب مباراة دية يعتقد من وجهة نظر الشخصية، هيقدر مستر موسيماني أن يحط فيها أفكاره، ويشتغل مع العيبة بشكل كويس، الحتة الفنية دي على التعديلات ممكن يكون هو طريقة اللعبة، أنا شفته في أكتر من تصريح، يتكلم على طريقة اللعبة، وأن ما فيش وقت للتعديل، وأن الأهلي عنده موارات مطلحقة، وده يعني من سوء وضع جدول الدور المصري، جدول الدور المصري، سيء جدا بالنسبة لنادي لا، أنا فيش نادي في العالم بيلعب 8 ماتشات في شهر، 9 ماتشات في العالم ما بتحصلش، استحالة، يعني ده عايز لعيبة كده يعني بعدات كهرباء، مجد؟ أنا عايز لعيبة يعني عارف اللي هو عربي عجل يا أنا عربيات، مش عايز لعيبة كده بنادمين طبعين زي حالتنا كده، لأن الريكاوري مفيش وقت، صعب جدا جدا، فبالتالي أنا بقى أعزور مستر موسيمين، يعني في ناس كثيرة جدا بترك الأهلي وطريقة اللعب وبتاع، أنت في النهاية، أنت عايز تكسب بطولة، بس جمهور الأهلي طمعها شوي، إحنا نطمعناها، أو الإدارات الفنية اللي طمعيته، طمعيته ليه؟ لأن الأهلي دائما بيكسب وبيعمل أداء، النهار دا أنت بتكسب بس، دي رقم واحد المفترضين يتوب رقم واحد بالنسبة للجمهور، لكن جمهور الأهلي المعادلة بالنسبة له صعبة شوي، معادلة بالنسبة للجمهور النادي الأهلي عايز مكسب وعايز مكسب وعايز لو عايز كرة جمدة جدا، يعني عايزك تكسب وعايز في نفس الوقت أنك تعمل كرة جمدة جدا، يعني بيبقى طلع زياني قالك، إحنا أخذنا السوبر بس يعني الأدايا ما كانش حلو، بيباش على حد في العالم بيقول كده، إحنا بس جمهورنا طمع شوي، حقه على ف ترجمة نانسي قنقر